موسيقى في حياة كل واحد مننا محطات يتوقف عندها غطار الحياة بصدفة طارة وطارة أخرى بإرادتنا ضيف حلقة اليوم من برنامج غريب أديب مر بالكثير من هذه المحطات في حياته نتعرف عليها من خلال هذا اللقاء ضيفنا في هذه الحلقة هو ابن بغداد الصحافي الدكتور عامر البياتي دكتور عامر أهلا بيك أهلا بكم وفي جميع المشاهدين والمستمعين الكرام في البداية طبعا نشكر دعوة حضرتك لينا وحسن الاستقبال وإحنا الحقيقة عودنا دايما مشاهدين أن يكون السؤال الأول في اللقاء هو بطاقة تعارف للضيف فحبين من حضرتك تعرفنا من هو الدكتور عامر البياتي الحقيقة أنا لن أعمل إلا بصحافة حد درست يعني في جامعة الفيلم في ألمانيا ولجأت للصحافة لأن هناك في جامعة هذه عدة كليات للإخراج والسيناريو والتمثيل وكلية لتقطيع صور الكاميرا فستفدت استفادة كبيرة وقبل ذلك عملت مساعب مغرب في المسرح في برلين ولكن لفترات مختلفة وقت درجته بدأت الدراسة في فخشولة في الفيلم ون أوبتك لأن الكاميرا والتصوير له علاقة بالعدسات فخشولة في كاميرا ون أوبتك وكان معنا شخصية سعودية تخرج يعني يكون عايش ويسمعنا لأن الفترة طويلة وبعدين راحت إلى مدرس غاصة التصوير الفترابي لتا فراهن في برلين خلينا بس قبل بداية السرد في كل هذه المعلومات حابين من حضرتك نعرف من هو صاحب فكرة قضوم حضرتك من بغداد إلى أوروبا يعني يمكن حضرتك زي ما وضحت قلت أنت حضرتك جيد في الستينيات إلى أوروبا إيه هو تطلعاتك أو فكرة السفر من بغداد إلى أوروبا قلت لحضرتك إزاي؟ كان أخي يدرس في ألمانيا وعمي الكبير أيضا يدرس في ألمانيا في أماكن مختلفة وكان خاصة يعني خاصة عمي يقرأ كتب كثير أنا لا أستطيع أن أدفع أثمانها فكان يدرس كثير من كتب عندما في بغداد وكنت الكتب الذي يقتنيها أحاول أقرأه يعني عمي توفى وأخويا توفى لكن في حياتي كان يشتري كتب كثيرة ويذهب إلى مجرد يسمع عن فيلم جديد يروح يشوف الفيلم كان موسوعي في وقتي وهذه التفريد للتجارب الحياة سواء الكتب أو الأفلام سينماية نعم يعني هم كانوا برضو بيشتغلوا في مجالة صحافة لا أخويا مهندس التكستيل وعمي كان فرق آخر فرق في التعليم مهندس برضو لا أخويا في الهندسة نعم اللي في عندنا كان صناع التكستيل مهندس كيميائي كيميائي نعم نعم وراح في بيئة أس أف عند زمانة من عراق حد نتعاون أنت تعرف كنا في ألمانيا بدون جئناتي في السينات بدون فيزا العربي بدون فيزا بدون أي فيزا من أي بلد عربي في ألمانيا ورغم ما في لكن في ألمانيا تحتية كان فيها نظر صناعي النظر الصناعي حدث بعاد المسيشار الألماني إرهارت وهو كان يشرب سيجار نعم وكان يعمل يعني مشاريع صناعية عن طريق سيميس في المستشفى وغروندق في وقتها كان مشهورا والحقيقة يعني الألمان قدموا كثير للدول العربية ولكن استفادوا أيضا من تصدير مصنوعهم والخبرات طبعا والخبرات خاصة يعني خدم العرب خلاسي من سيميس في المرشة كان لها باع طويل وخبرة طويلة في المستشفى وكان سيميس يعني رائدة في الصناعات أجد الطبية وأجد المختبرات وكذا ومازالت الحقيقة يعني شركة سيميس تتمتع بقدرة هائلة في الاقتصاد الألماني حضرتك بعدما وصلت لألمانيا بدأت تدرس متذكر حضرتك كم هي عدد أو مراحل الدراسة كم سنة درست حضرتك والله المراحل تختلف لأنه في أوروبا عموما في ألمانيا والنمسا ليس هناك التدرج على السنوات سيميس وفي موضوعة تنجح فيها تستمر إلى الموضوعة الأخرى يعني الحقيقة للحياة الدراسية في ألمانيا لها متعة لأن الأساتذة لا متفاهم للطلاب وهناك تعاهم ولم يكون عرب عندما أتيت بسيط لبرلين إلا قلة يعني حتى العمالة أول شي عملوا اتفاق مع مغرب مع ملك المغرب وأرسل عمال مغرب لألمان ثم عمال إسبانيا ثم من إيطال عمال وبعد ذلك بسنوار توجهوا إلى العمالة التركية والعمالة التركية استقروا في عموم المدن وفي برلين بالذات في حي كرويسبير اللي تسمع فيه على طول والحقيقة لن يكون الأتراك مثل اليوم بل كانوا حضاريين يعني يشوف مطعام مطعام وأكلهم وشربهم مثل الأوروبيين كان يرقصون مراقص الآن تختلف الصورة يعني كانت الثقافة التركية وضحة أو موجودة بشكل كبير في العمالة أنا تعرفت على سيدة تلعب بالي من تركيا في الأوبرا يعني صار الصداقة مع يعني فعلا حضاريين جدا للأتراك في ذلك الوقت طب بعد فترة الدراسة بعد ما حضرتك درست أيه أول عمل اتجهت ليه بعد نهاية الفترة الدراسية اللي انت كملتها زي ما أجد لك كان مرحة تطريقة عمل في المسرح مساعد مخرج وفي مزعج فيل اطباعات الافلام وبينسل اللوتكا كان يعمل دبلاج للأفلام الأمريكية بالألمانية التي تصدر إلى النمسا وسويسا أو الدول الناتقى بالألمانية الأفلام الأمريكية بيتعملها دبلاج في مرلين بينسل لوتكا نعم تدرب وفي وقتها كان فيلم لشنكس خان لعمر الشريف أنا كنت في وقتها أيضا مراسل صاحفي تقابلت زي ما قلت حضرتك مع عمر الشريف عمر الشريف كان رائع يعني وهادئ في عمله وكان يعطى صورة على العرب بالخارج رائعة جدا رغم أنه كان استار كان أيضا حضاري محور الحديث مع عمر الشريف كان المحاول المقشتها معه والله عن الفيلم عن الفيلم عن الفيلم شنكس خان يعني كان لقاء فني قال يعني المحتوى اللقاء أنه هنا الصور العمل السينما تختلف عن دول العربية كل شيء مبرمج ومدروف ومقنن يعني يقول أنه استفاد من فترة شنكس خان كثيرا لأن شنكس خان الحقيقة لن يضر يعني مواعب عمر الشريف ولكن في نفس وقت كان أيضا مدرسة لأن في أرتور براون السوديات أرتور سي 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 يعني سنترار سينما كومبني يعني كان هذا السوديو كبير وكان عمر الشريف عمل شنكي خان وعمل فيلم آخر لورانس العرب لا ما كان في برلين شنكس خان وفيلم آخر يعني هو تقبط مع عمر الشريف في الفيلمين اللي هما تم صناعتهم في ألمانيا في أرطور براون سي 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 كومبني وعمر الشريف وعمر الشريف كان مدرسة حتى بالنسبة للأجانب بسلوكه وكيف كان تحاول يعرض الشخصية وكان مؤثر جدا كان يصمت جميعاً يصمت تماماً جميع يعني لن تسمع أي كلام لأنه في الإرلام يصبح كلام بس لن كان كان شخصيات تؤثر بالجميع وبالمشاهدين حتى فلسطويا بمناسبة الشخصيات يمكن في النقاش مع حضرتك قلت لي أنك تقابلت مع الكثير من الشخصيات على مستوى العالم ما هي الشخصيات التي تأثرت وأثرت في حياة الدكتور عامر البياتي فيلي براند كان عمدة مدينة في بينا كما بدأت حياة السياسية في برلين في برلين نعم وكان يدعو الصحفين وأنا كنت كل سبوع يعني في المؤتمر الصحفي أو الندوة الصحفية وتكون دردشة معها كان هو حضار جدا وأنا تأثرت به يعني كان ليس يدعو فقط إلى العمل الصحفي أو المؤتمر الصحفي بل كان يحاور الصحفي ويحاورهم بند يعني يحترم ولذلك تأثرت في بيلي براند وتأثرت به عمار شري وأنا عملت معه مقابل مع الكاتبة الرؤية فرنسو سالان الفرنسي هذا أيضا يعني قمة في الأدب وفي النظرة الثاق بالحياة وفي التعامل مع النار واحترام البشر يعني أنا شفت عمار شري وفيلي براند وفرنسو سالمان وآخرين وحده السار أيضا نسيت اسمها كانت تغني شاصون يعني أغاني على الطريقة الفرنسية زوجة دابيد كاميرون أيضا عملت معها لقام وكان لقام ممتع لأن هذول السار يعني التحدث ليس من فراق وإن معت الربا في الحياة يعني الزا قار الكنيب معروفة حتى في عموم أوروبا وزوجة إنجليزة دابيد كاميرون احتضنوني أنا كون شاب صغير بداية حياتي ومازلت حضرتك شاب بس في ذاك الوقت كان يعني يجي بالنظر يعني شاب يستقبلوا إنه يعمل لقاء مع فناني كبار يحتضوني هي إنت قار من وزوجة دابيد كاميرا إنت حضرتك كنت بتشتغل في الصحافة الفنية فقط ولا تحولت للصحافة السياسية كمان لا بداية صحافة فنية كنت أعطر معرجانا كان معرجانا في برنين ومهرجانا في بولندا يعني في معرجانا كثيرة كان في فرنسا نعم بس أنا كنت راسل وكان فيلم الفيلمين صحيفة فرنسية كنا لأخذ مقارات لمجالة الإداعة والتلفزيون للتنظر في ذلك وقد في بعضها وفي ألمانيا كنت تعمل في أي محطات في ألمانيا أنا بدأت يعني بعد مشوار مع الدراسات الكاميرا والتصوير وطبع التحميل تعلمته يعني سفدت كثيرا من لتفران لأنه فيها التدنيس للمصورين للأزياء حرضات الأزياء وفي لبس واقع تعلمت الإنارة عندهم يعني عندما تواجهوا الإنارة على التكستيل تختلف إذا كانت على زجاج أو على مزيرة ورد لأنه يخترق النور الزجاج وكنا تعلم إشاء كثيرة يعني أدق الفنيات في الإضاءة كانوا يعتنون بالإضاءة وبالعداسات أنا قلت لك بداية ترسل في فخشل في الفيلم لنزل لأن العداسات مهمة بالنسبة التصوير وفي لتفران عمان التحميل وكانت الكاميرات كبيرة الفيلم قد كفئيدي من داخل أو كنا نصور كنا نصور سيارات أو سباق الخيل كان في برلين يعني يريدون نشوف نقدر نتعامل كيف نقدر نصور يعني إذا كان سرعة الحركة يعني سرعة حتى حركة السيارات أو الحصان في السباق كنا نحرك الكاميرا مع الحركة كان تجربة جيدة كنا نندق واحد على واحد ونمشي وكنا نتعلم التحميل يعني تعلم التحميل بس كان في ذلك في الوقت فيلم بقدر كيف يدخل في الكاميرا ونحمل واحد واحد يعني تجربة وقلت لك حلمنا كثير كيف التعامل مع الحياة والتصوير سواء السيارات أو في الشارع أو في المحلات العامة حلمنا كثير طب برضو حابب أعرف من حضرتك الصعوبات اللي قبلتك في البداية يعني لما حد بيجي الدولة مختلفة اللغة مختلفة كيف تعاملت مع صعوبات اللغة والطقس يعني حياة جديدة أكيد طبعا من بغداد إلى ألمانيا أكيد هناك اختلافات كبيرة كيف تعاملت مع هذه الصعوبات أنا كنت أتقبل هذه التجارب الجديدة لأنه الحقيقة في ألمانيا حتى البنوب تختلف عن بنوبنا والمعاملة في الحياة والعلاج في المساياة تختلف كانت يعني صورة تعطيك تجارب للحياة ولدولة مثل الألمانيا كانت رائدة في الصناعات أيها لكن الصعوبة أكبر صعوبة قبلتك لما جيت هنا الألمانيا كانت إيه والله لأنه أخوي وعمي كانوا في ألمانيا يدرسون أكدوا على تعلم اللغة وتعلمت اللغة واللغة تبتلك أفاق فلا ألاقي صعوبات لأن اللغة تبتح يعني ما حستش بالغربة في وجود الأخ والعم وكمان نصحتهم ليك بتعلم اللغة هي دلس عدتك اللغة أهم شيء تفتح لك أبواب في مثلا عندنا في مصر يقول إذا أردت أنت تطقي شرق قوم أعرف لغتهم فهو اللغة طبعا في ألمان اللغة تفتح وفي ذلك الوقت أنا جامع واحد واحد في برلين تأسس في عد النازية ومن قبل هتلر وكان جامع واحد جامع ويوم الجمعة أنا رح تشوف في دان المدور قليل فيه ما كان جالي إسلامي يعني أتراك قليلين والعرب قليلين يعني تبدو تقول على حد الأصابع يعني في الجامع يوم الجمعة قليل وجامع تأسس في عد هتلر هتلر وكان في زمان هتلر يونس بحري في لذاعة عندنا برلين يحي العرب يونس بحري لما نهارت النازية أعتقد راح إلى اندونيسيا وابنه درس في فرنسا دكتور سعدي يونس بحري عمل صداقة معه يعني تعلم وبعدين يونس بحري لجأ إلى مات في فرنسا لأن أول مرة لما تقول لما نهارت النازية راح لان يونس وأينما كان هذا كان يتزور يعني هذا يقار لكان يتزور طيب يعني من حديث حضرتك عن التوقيت ده أنه كان فيه موجود جامع واحد مع تطور الحياة والتطرق دائما إلى النظر إلى موضوع الإسلام السياسي في أوروبا بشكل عام وبشكل خاص في النمسا كيف تنظر إلى جامعات الإسلام السياسي في النمسا الآن أستاذ العزيز هو أول من جاء الأخوان المسلمين إلى سويسر وكان واحد من الأخوان المسلمين أسس بانج علي في جينيب صغيرة جدا يعني تقدر تقول 30 سنتين نص متر 30 سنتين وجاء الملك فايد أوضع أموال كبيرة في السويسرين باهره تقصد حضرتك يوسف ندى يعني أسس بانك في جينيب وأذكر شقة صغيرة يافتة صغيرة بس حضور الملك فايد إلى جينيب أموال سويسرين وقدروا هذا الرجل والحقيقة يعني بعدين اتهم من قبل الانبياء وتم براتي يوسف ندى نعم لكن نظرتك للإسلام السياسي في الوقت الحالي يعني مع ارتفاع وتيرة المحاولة تحكيم النشاط السياسي الإسلامي كيف تنظر لهذه ما قلت قبل قليل الأخوان المسلمين جاءوا نسويس روان نعم من خلال الأخ الذي ذكرناه قبل ثم إلى ألمانيا وبمساعدة السعودية خاصة ودول الخليج ثانيا قام بتأسيط جوامل ليس باسم السعودية أو الخليج بس صارت بأسماءهم بأسماءهم الشخصية وهذا خطأ كبير لأن في الدول الإسلامية وقف إسلامي أما في أوروبا يسجل الجوامل بأسماءهم وحتى الجمعيات الآن كثيرة في أوروبا في أوروبا والنمسا بأسماء الأشخاص وهذا خطأ كبير لأن هذا يجب أن تكون وقف للمسلمين ليس بأسماء أشخاص ليس بأسماء أشخاص هذا خطأ كبير من خلال حديثي مع حضرتك تطرقت أن هناك عدة أن حضرتك قمت بكتابة عدة كتب مختلفة في مختلف المجالات حدثنا عن هذه تجربة الكتابة الحقيقة عن الكتاب قامت يعني ما نسمى بالدورة الإسلامية تديدي خمسة عشر مرة وقتلوا كلهم في سوريا مع لاسفة الشديد هذا ليس إسلام الإسلام دين سمح دين واضح مثل المسيحية الواضح لكن هم استغلوا الإسلام واستغلوا الدول بالدعم المهدي وأسل الزواب يعني حضرتك كتبت كتاب عن الإرهاب نعم كل عمل وضي الله أنا عمل في سنوات طويلة في كورونا سايتون قدت تقرأ عمويا قدت الجريدة الأولى في النمسا يعني صحيفة كورونا واسعة الانتشار تعتبر كبيرة في وسط غربة أنا كنت أشتر معهم كنت خبير الإسلام وضد إلا بعم وهذا جاء تكتب كنت حضرتك بتكتب مقالات على طول نعم على طول وكنت مقتص في الموضوع الإسلام و المضاد للغاق يعني الحقيقة هذه التجربة مع كورونا سايتون تجربة غنية لأن الصحفين يعني كانوا يتعملون بامتياز واجلبون الواقع إلى المواطن البسيط وكما تعلم يعني 2.5 مليون تقرأ يوم يا صحيفة يعني ليس من المسيط يعني 2.5 مليون بدل تتجاوى تلك يعني في المطاعم وفي المقايا يقرأ أكثر من شاء يعني الجريدة بتصدر أعدادها 2.5 مليون جريدة طبعا فيه انتشار واسع لجريدة كان موجودة في المطاعم نعم وفي المقايا تقرأ وفي الشركات يعني حتى في بعض المواصلات بتكون فيها موجودة فيها طبعا واسعة الانتشار متخلاق قراء خاصة في المقايا والمطاعم المقايا نعم لأنه الناس اعتددوا بالمقايا يعني أنا أيضا كنت يعني في فرمان دير أوستان برسا يعني رابط الصحفين أجانب كان الصحف وكلها تأتي هنا نكون نذهب إلى فرمان دير أوستان برسا يعني رابط الصحفين أجانب إلى نمسي وسجل فيها عضو وهي متعلق ونعم بزاق وكان الصحف تأتي من جميع الصحف مجامل وكان في وقت تلكس الأخبار تأتي في التلك نكون نقرأ التلك نكون نقرأ الصحف في مقر الفطبان الرابطة دكتور عامر هستأذن حضرتك هنخرج فاصل وبعد الفاصل هنرجع عشان تحدثنا عن مرحلة انتقال حضرتك من ألمانيا إلى النمسا مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود ونكمل الحوار مع الدكتور علي البياتي ابقوا معنا تستطيع مع إنفو جرار الوصول لأكثر من مليوني متابع في النمسا شهريا من خلال منصاتنا الإلكترونية معا نعزز المسؤولية المشتركة في المجتمع بإثراء التنوع الاختصادي والثقافي انفو جرار شريك النجاح مشاهدين الكرام مرة أخرى نعود ونكمل الحوار مع الدكتور عامر البياتي بنرحب بحضراتكم وبنرحب بيك دكتور أهلا بيك مرة أخرى دكتور كنت حابب حضرتك تتكلم عن شخصية من الشخصيات اللي تأثرت بيها برضو في حياتك من خلال وجودك في ألمانيا عن فالتر بروخ فضل الحقيقة فالتر بروخ مخترق طريقة بارلس السيم للتليفزيون ملاون وكو الطريقة الأمريكية أن سي شي ما يعني بس هو شي أعطت عدى شركات تليفزيون أعتقد جروندي السوديو خاص للتجارب وهناك كنا نراحظ كيف كان يحاول تعديل الصورة التي تصبح ملونا يعني مقاربة بالطبيع حضرتك تقابلت معه وتدربت على إيدي وكتبت عليه نعم كتب على تجربته تأثرت كثيرا وتأثرت أيضا في برلين تليفزيون برلين الحرة السور الأمريكان كان في القطاع الأمريكي في برلين يعني هذا أيضا كنا نتعلم ونجرب فيه مع أساتله كان ومدربنا أستاذ كان مصور كبير للأفلام الروحي اسمه السور يعني كنا نتدرب في تليفزيون برلين الحرة وكان ريشارد آنكس من أكبر الصحفيين من أكبر مصورين الأفلام الرؤية في برلين كان عمره كبير لكن روحه مع الشباب وكنا تعلم كثيرا في تليفزيون برلين الحرة الذي أسسه لأمريكا في القطاع العالمي وأسسه جامع أسمى فراه ونيرسي أنا سكنت في دار الطبع كان جديد سكنت في جامعة برلين الحر في دار الطبع جامعة برلين الحر نعم أيضا برلين الحر برلين الحر الأمريكي السؤال يعني دكتور عامر حضرتك في ألمانيا كنت تعمل في الصحافة الفنية وكنت بجانب ده يعني بتقوم بالكتابة في بعض المقالات في السياسة العامة لا هذا شيء في وقت متأخر مؤخر يعني عندما عملت في بداياتي في دوتشفل في ذلك العقب ميرلين بدأت يعني السياسة تكون أما أنا صاحفي يعني فن لأن دراسي على العقب الفن زي ما قلت لك الدرس في الفيلم أونيفرستيل هي إخراج السيناريا وتمثيل وكاميرا واشنيت يعني مونتاج وتقطير الأفلام أنا لفت نظري كمان وأنا بحضر للحلقة شفت الإقاء لحضرتك بتتكلم فيه عن المشكلات النووية فحابب أعرف من حضرتك كمان ونوضح للسادة المشاهدين كيف تطرقت أو دخلت في مجال على الطاقة النووية وحضرتك خبير يمكن في المجال ده برضو يعني الحقيقة هو تسجيل أو اعتماد في كان هكذا في السابق وبدأت اعتمادي بالأموم المتاعدة في فيينا 35 سنة وكانت زميلة ايف مراسل كريسيان سايس مونتور وروبا دينيز ديالبيشا رئيس قسم الفرنسي في العراف نعم كنا نعم 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 وكان الفضل السيدة الأمريكية مراسل كريسيان كلمت لأم المتاعدة حصان على غربة صحفين حد لانتقليل يعني كنت حضرتك مراسل في الأمم المتحدة 35 سنة كل يوم نحن ليسا موظفين لكن مراسلين حتى أقول لك في ذلك كنا عندما نكتب أو نعمل أي شيء أو لقاء الأمم المتحدة يدفعون يأتي حساب 5000 دولار في صندوق البريد في الحياة الأولى اللقاء اللقاءات على المتحدة كان يقيموها يسأل لا صارت غير لأن الصحفين يختلف عن الماضي كان قلة و يعني أنا تأثرت أيضا لوجوده في المتحدة من زمان لما كانت مثار الجدل الذرة في العراق في الزمان أصدنا وبعد ذلك إيران وبعد ذلك كرة الشمالية دي أياما كان الدكتور البردعي رئيس المدير عام مدير عام للوكالة الدولية للطاقة الغري يعني الحقيقة أنا أول لقاء البي بي سي للبردعي معايا حضرتك لأقمت اللقاء مع أول لقاء مع البردعي كان مامور وبعد ذلك اشترع عالميا لأكفي بدأ أول لقاء للبي بي سي لي نحن مع البردعي لكن أنا تقتل بردعي لأعداد مراف لأنه لن يقول أن العراق يمتلك ذرة وهذا سبب أن كان هناك استغلال الموضوع من قبل الموضوع تحته من قبل الأمريكا ضرب العراق الحرب دم العراق تماما يعني يعني حضرتك بتعتقد من العراق نعم لو البردعي قال العراق لن يمتلك واحد كان إنجليزة مات قتلوه كان أيضا يؤيد عدنا موضو الضرب كان خبير في الملف النووي للعراقي وأنا كنت تبع الموضوع يعني حضرتك بتقول إن إقرار البردعي دكتور محمد البردعي لوجود سلاح نووي في العراق هو اللي أدى إلى قيام أمريكا بضرب العراق لا هو لن يقول إنه في العراق لكن المفاتشين كان جواسس أيضا وقتل لأحداؤهم من قنيزي لأنه كان يعارض يقول إن العراق ليس لدي درع لكن بردعي لن يقول يعني لن ينفي إن العراق ليس لدي قدرات نووي بل كان يشكك من خلال مفاتشين وهذا خطأ كبير العراق كان بلغني أثار في قصة وتحت الأرض يعني بترول ضرب العراق ضرب وتأخر إلى سنوات ماضية طيب وبالنسبة لآخر الكتابات حضرتك أي آخر كتاب كتبته أو تحضر لكتبته الكتاب الأخير هو كما قلت لك عندي في المكتبات وفي عماظهم عدة كتب واحد عن تهديل من قبل ما يسمى بالدورة الإسلامية زور النبو الثاني وقام بتهديل وطر السلطات نمسا لوضع حماية لمدة سنة كنت تخرج مع الكوبرا والمحارات أو كذا يعني بعد كتاب هذا الكتاب حضرتك قتلك تهديدات لا هذا الكتاب الجديد لكن هم هددوني بسبب الكتاب العراق وتحديد ضد الإسلام وتضرب حتى هم هددوني دولة الإسلامية بالصور يجب تضرب دم واللي هددوني هم أيضا من الحي 12 قسم من هذا الحي ولد أعتقل ما أريد أقول بالضبط اسم إنسان العربي مات الله لالرحمة الإسلام ميت لكن أددني أدد مرة وكان لعب بالسلاح وبالفلوس بالصور يعني وده اللي خلت سلطات النمساوية تقدم لحضرتك الحماية في الفترة دي لمدة سنة لأنه هددوني هم هو ددني وآخرين وعملوا على قصة الدم يعني أنه يقتل ومخابرات النمساوية يعني سألت مخابرات دولية وقالوا عامر بياتي مهدد يجب أن يوضع تحت حماية الشرطة ومدة أكثر منهم وكان الفيغا في باب الليل في النص صندوق في سلاح كرسين وعندما كنت أخرج لمحاضات عن صدريات ضد الرصاص الرصاص أو منامو إن كان ثقيل ثقيل الوستر كل الثقيل كان في وقت يعني بإعتراف المخابرات ولي بعدين طلبت من السلطات النمساوية أنه أنا سأنتقد لما كان سري وقمتم بالانتقال لما كان سري بل لا أخذوا عسرهم اتقلنا إلى الشيك استعرنا بيتا في الشيك بفترة يعني طويلة عدة شهر إلى أن هدأت الأمور واطماننا للشرطة واقتنعوا لأنه أول لأن آد أخاف لأنه لن أقوم في عمل منافذ لأي إنسان أبد أنا لا أحترم كميع الإنسان أحترم ماما كانت هنا وميت هذا محروف عني لكن على سبيل الإسلام متطر وخاصة يعني أنصر داعش أو ما يسمى بتاول الإسلام كانوا يهددون خذ على سبيل المثال كانوا هناك اثنين من المناصر اثنين حصلوا على كماندفور اثنين واحد حصلوا على شغق من البلدية نعم وانا اتقدت وأرسلت أن البلدية في صفحة فيسبوك أن مدينة فيينا أعطت لإرهابي قوض عليه في تركيا وبعد سنتين في الحبس أطلق سراحه وعط الراتب شهري وشقة في باقرة مرشتراسة رقاب سواع وستين كتبت هذا واسما هو جدة وأهله في ماصدونين بس هو ليس من ماصدونين هو ألباني وهذا حصل على شقة وآخر كان عند كل لوكال جامع أرسل كثير إلى ما يسمع بالدول الإسلامي وجاء ني لأخ حسين مصري قال أقتل قلت لا تقتل لأنه هو يدخل السجن وأنت لا تستبع يحكي مع أولادي فحبس لموت عشرين عام لأن السلطات النمساء شعرت أنه يقوم بالتأثير من خلال وعض الجمعة وإرسال المزيد حتى المراقل إلى ما يسمع إلى تعش إلى ما يسمع يبدال أصممين هو جاء بأوراق أو جوال سرمية بس هو بوسن نعم مزناك الأول اللي قتلك اسم اللي قتل الاثنين نوفمبر بعد حصر على الراتب طرعا من سجل يقيمون النمساوين خطأ كبير من لديه من أن تقتل هذا كيف أن أنصار داعش أو الدولة الإسلامية يعني دولة الرسل يعتبر كيف يحصل على الشقق والنمساوين يتمنون يحصل على الشقق وحتى الأجال من وقيم يعني يكيد مرحلة مظلمة الحية في الفترة خطأ كبير الثاني من نوفمبر حتى لما كان في كان قد يعني جمعية كان يشوفون عليه وجمعية إسلامية عطوه زي ما نقول بالألمان ترجيش يعني أنه سلوك تجايد لما أطلق صراحة أنا شفت بصدفة في المطعم جنب بيت إحنا كنا زوج في طريق فردنا نشرب شيء وجاءوا اثنين إلي بعد عشر ايام قام اثنين شباط يعمل الترهاب وقتل أنها ساب للثاني من نوفمبر والدولة ومدينة ومدينة كان لطورات وحصل على إيمان فونانغ في فاق رامانشستان سبعة وتسين سبعة وتسين والآخر عنده شقة مئة وعشرين متى ومربع هو عشرين سنة بعد السجن مرسان زوجة لا زاد عاشها في هذا الحي في 2012 عدى شقة مئة وعشرين متى ومعه هو في السجن وموت عشرين سنة كان عدى كرر وكان يؤثر حتى على مراقين يلتاق بما يصبح بالدولة سنة لذلك أراد قتلي لأن كنت ترصد هذا التطر لأن كما قلت لك الأديان سواء الدين كلها بتدعو للسماح والمحبة الإسلام والمسيح والمحبة كل الأديان سمح والحقيقة لا تطلب إلى الهراب لأن الدين يرفض الهراب ومعالأسف كان عندها كذلك حبس مع عشو سنة يعني هذا مرصاد مرصاد نعرف اسمه أنا كنت قبل الفاصل كنت يعني تطرقت لسؤال المرحلة انتقال حضرتك من ألمانيا إلى النمسا دي كانت مصاحبة لوجود حضرتك في الأمم المتحدة ولا إيه كان الهدف من إنهاء الحياة في ألمانيا العملية والخدوم إلى النمسا كم حضرتك أنا كنت مسيطر في ألمانيا وعندي شغل أكثر من نمسا نعم لكن موضوع الأم تعدها شغل دماغ أعرف الزواج في زمان يعني عدي منها بنت والبنت صار من ثلاثة عوض يعني جد ثلاثة عوض عوض يعني حضرتك جد لثلاث أحفاد حفيدي سباسيان ترس في الكلية وعمل فيلم وعن حفيدي جسيلي تشغل في برلين رونفونغ في اللذاعة إذاعة برلين لكن في ألمانيا الحقيقة كانت الحياة لن يعرف الزواج صداقة أنا يعني يعني بالصداقة بس كنت يعني في ألمانيا عندي عمل كثير نعم في الصحافة واللذاعة مع ساعد أردش عملت معها ساعد أردش ساعد أردش من ساعد أردش عملت على الصحيفة ألمانيا وآخرين آخرين يعني وتأثرنا نحن في مسعب برتل برش لأنه كان مقارب إلى حرب أكثر من هذا لأن كان مدرس ساعد أسلافزكي يعني كان يتحمس الشخص مثل شرف بنت زي كبريشوس ممثل مصري كبير ممثل مصري كبير كان عن طريق الساعدة عندما مجد بس برتل برش يقول أنا أقوم بدور فقط أنا اسم أطل غيس تقص لحضرتك لا وعند شرف المن متولع شيء غير مره واحدة يوسف واحدة نعم كانوا تمثيلهم بطريقة الإسلاع فزيك نعم خلينا نخرج من الفن إلى السياسة كيف تقيم حضرتك وضع العراق الآن وحاب أعرف من حضرتك إمتى كنت آخر مرة في العراق غتلت العراق مذ فتر ضاوية لنعود لأن العراق يعني بعد الحرب الأمريكية دمر ومع رسف الشديد أن الأمريكان سلموا العراق بعد الحرب على العراق وقاتل ستدام إلى إيران وإيران أعتبر نظام الملال الإرهابي في إيران خلينا تطلق لذلك أنا عندي كتاب جديد بسبب كورونا غلقت المطابع الفترة ربما سينشر في الخريف القادم أو بداية عام القادم يكتب حضرتك جديد لن يكتب لن يطرق صحفي أو كاتب كتب إلى هذا الموضوع الذي بحث هو موضوع جدا خطير جدا يعني أنا كتب فيه يعني موضوع مفاجئ بالنسبة هيكون عن العراق يعني لا لا هو موضوع أوروبي بحث أنا لا أكتب عن العرب بسي برضو كنت حاب بعرف تقييمك للوضع في العراق أو شايف المستقبل للعراق عمل إزاي يعني مستقبل متداول لأن بعد الحرب الأمريكية سلم العراق إلى نظام الإيراني ولهم نفوذ كبير وكما تعلم في العراق وجود شيعة كثرة كان السن أكثر من شيء في السابق لكن في سنوات صدام دعم الجميع خاصة الشيعة وتم يعني إنهاء المقبل العالم والتحدة وسامح الإيران لكي تنفذ على العراق والحقيقة العراق الآن من الحياة فيها متداول كان بلد الغني الآن بلد فقير ومتخلي مع لا سبب شيء مع العلم كان محل العموية 100% ما كان أمية موجود في العالم بعد الحرب الأمريكية بدأت الأمية طيب تقييم حضرتك العمل أو الجاليات العربية الموجودة في أوروبا وإن نصائح التي تقدمها للجاليات العربية أنا لا أريد أن أعطي نصائح لكن أتمنى على العرب أن يأخذوا حيزا بدون التطرق ويكونوا معتدلين ويكونوا مقبولين من الدول التي يعيشون فيها في أوروبا أريد أن أذكر أنني مؤسس جمعية المراسلين بالأمم المتحدة كما قلت لك قبل سيدة الأمريكية كنا نشتمع في الكافلترياب لكن هي اجتهدت وحكت مع المتحدة ومنح الصحفيين برسوم في ذلك الوقت وبعد ما صارت برسوم كنا نشتمع برسوم واتفقنا على تأسيب جمعية المراسلين بالأمم المتحدة اللي كان رئيسها روبا دينيز تيمبيشا رئيس القسم الفرنسي في الإذاعة والتليزيون الأمم أو الرف يعني الإذاعة والتليزيون المساوي ومع الأسب الشديد كانوا كل الصحفين مسجلين وأنا كن لعدة سنوات أنا وإيب حتى أنا خافي برس دي كوليار الأمين العام ألتقى بينا برس دي كوليار يعني جمعية المراسلين بالأمم المتحدة كان لها حضور وكان كل منظمات أي بيان يطلع يجبوه بإيدي كان الأمين العام قبل برس دي كوليار نعم في ذلك الوقت يعني إحنا بعدو الرئيس النمساوي السابق كانت كورتير قبل كورت برس دائم نعم نشر في جارة الشرق العاصر لأن كنت مراسل جارة الشرق العاصر والمسلمون كان أكون جارين نعم نفس الشركة التي أبحثوا تسويق السعودية يعني حضرتك راضي يعني عشان مش عايز نتقدم نصايح للجالية العربية أنت راضي حضرتك عن نشاط الجاليات العربية العربية في أوروبا أو بالخاصة في ألمانيا والنمسا نعم يعني الغالبية ليس لهم دعوة في الأمور السلام لأن هناك فيها مثلا أنا هدد يعني شرطة في مدامات لكسور وجدوا قائمة بأربعين اسم وصور وكنات صورتي بالذرق بالأولى عافير يعني كيف نعيش في النمسا ويقولون عرف عدوك في اللستة يعني كانت حضرتك من ضمن المطلوبين لدى المعلومات حضرتك نعم الشخص اللي وجدت قد القائمة عرف عدوك وصورة هو أخوان مسلمين كنت ألتقي به باللطف وكنا نصلي سنوات في نفس الجامعة يعني يعني يقول عرف عدوك يعني شيء شيء غريب وأنا سأكون أول شاعد لو جرت المحاكم لكن الفايل طويل إنه الترجمة تتسارق يعني أنا باللغة من الشرطة لما علموا إن المهدد مقابل مقابل هؤلاء وأخذوا يعني حوالي المدن وجدوا عدوم بلايين الدولار بلايين الدولار بلايين الدولار تم موصد طيب أخر سؤال هسأله لحضرتك دكتور عامر دلوقتي ما السؤال اللي كنت حضرتك منتظر إن أنا أسأله وأنا مسألته الحقي أنه حصل على الجوائز والسينما حصل على الجائزة من ميرجان لايبزيك للأكلام الوثاقية والقصية لوقانو ومهرجان أتوقع لكن مهرجان لايبزيك مشهور عالمياً للأفلام الوثائق والقصيرة مهرجان معروف وكان أعطوه عرب كثير وسينما سينماعيين وعندما كنتم في ألمان يعني كنت أترجم للفوض الصعب أو في التلفزيون عندما يأتون مرة جاء رئيس قسم الأخبار في مصر حتى إحنا كانوا في الدورة وسادات فصار حديث قال مانو سلام يعني يعني أتذكر الرجل طيب رجل رئيس قسم الأخبار يعني أكون تترجم في ذلك الوقت للدورات التلفزيونية والصحافة وكنت يعني مبلغ كبير أحسن وهنا كنت أعمل أحسن كنت يعني موارة كبيرة لأنه ليس فقط اللوتشي بالي ليس بي بي سي يعني عدت وضاعيان عدت فاطيب والشرق الأوسط كنت حضرتك ذكرت برضو شرق الأوسط نعم وكان يعطون بالسقاء نعم الحقيقة يعني رحلة حياة حضرتك مليئة بالنجاحات والمحطات الهامة يعني كل المحطات كانت محطات مهمة يعني بنتشرف بوجودنا في ضيافة حضرتك وبنشكرك على الدعوة رب ندل حضرتك الصحة ونشوفك دايما على كل خير مشاهدين الكرام طريق النجاح طريق النجاح دائما مليئ بالمحطات المهمة كانت هذه هي رحلة قطار حياة الدكتور عامر البياتي نشكر حضرتكم لحسن المتابعة والشكر أيضا للدكتور عامر شكرا لدكتور عامر مرة أخرى تابعونا دائما وقطار الحياة لن يتوقف ومحطاته الخاصة بكل شخصياتنا في برلمجنا يعود لنا شكرا لكم والمشاهدين شكرا بير ت PR عامر شكرا حضرتكم شكرا اشتركوا في القناة عائل